مدحف الباردو في الجزائر يحيي اليوم العربية للتراث من خلال تخصيصه معرداً للحلي الجزائري الذي يعود إلى فترة القرن التاسع عشر وبداية النصف الأول من القرن العشرين هدف تثمين التراث الجزائري المادي وإبراز الثراء الجهوي والفني الذي تسخر به مختلف المناطق الجزائرية من خلال أيضاً هذه التظاهرة يقوم متحف باردو بأحد المهام المنوطة به وهو النشر وترقية وتثمين التراث الجزائري المادي المعرض يثري من خلاله يظهر الثراء الجهوي والثراء التقني والثراء الفني للحلي الجزائرية في مختلف مناطق الوطن نحن نركز على هذه المناطق لأنها تشترك في النمط العيش و تشترك في الأساليب نفتح لديه صبحت التراث الجزائر الإشتركوية المناطق لأنها تشترك في القرن العديد في مجرمك وحتى نفتح الكثير من المناطقات التباع الجزائرية من المناطقية دولي وطرق البداية من المناطقية الكثير من خلالية تشترك في النمط العين خيط الروح، الخلخال، الجبين وغيرها أشهر الحلي الذي تميز المرأة العاصمية، الشوية، القبائلية، الصحراوية والترغية ولكل منطقة حليها الخاصة. ضم مجموعة معتبرة وغنية لكل مناطق الجزائر الشاسعة مقسم إلى خمس مناطق منطقة تم تسميتها بحلي المناطق الحضرية. في منطقة أخرى أو فضاء آخر لضم حلي منطقة القبائل، الذي هو غني عن التعريف، يعني الحلي القبائل معروف عالميا. ثم عن فضاء آخر وهو يمثل حلي منطقة الأوراس، منطقة الأوراس تحتوي على إرث ثقافي وحضاري غني جدا. معرض ثقافي يعرض أهم المراحل التاريخية التي مرت بها المرأة الجزائرية من شرق الجزائر إلى غربها ومن الشمال إلى الجنوب بتزيونها بأبها القطع والحلي التي تميزها عن مختلف النساء والتي أصبحت اليوم قصصا وثقافة طروى للزوار.